نوال عويد على الورق ليست سعودية ولكنها في الغربة أصبحت كذلك بعد أن فقدت الأمل في العودة إلى جدة حيث ولادتها ونشأتها كلمتني خالتي في الليل قالت لي أنت ليش ما ترجعي وزي كده وقلت لي كيف أرجع كان وقتها خلاص قفروا الطيران في السعودية ما كان فيه طيران تجاري فكلمتني قالت لي ليش ما ترجع مع الطيرات الإخلاء حق المواطنين وقلت لها أنا شفت أنه فيه إعلان طائرات إخلاء للمواطنين للسعودية وزي كده بس ما قدمت عليه لأنها للمواطنين وبالرغم من مغادرة الرحلة الأولى وأعقبتها الرحلة الثانية ولم يأتي دورها بعد استيقظت ذات صباح على هاتف السفارة السعودية في ماليزيا لتجد نفسها من أوائل المغادرين إلى حيث والدها ووالدتها من كتر ما وحشتني في العيد وزي كده واتمنت أنها تكون معايا عملنا لها هدية وعيدية وكده واستنيناها الناس جاء عشان نديهم هي وصورنا له وزي كده حتى لما جت عملت لها زينة وكتبت لها أهلا وسهلا وكده فكنا كلنا مرة متحمسين ومرة مبسوطين أنها جت اتصلوا علي السفارة قال لي إحنا بشقة الأنفس وبصعوبة جدا قدرنا أنه إحنا نقدم لك طلب من هنا من ماليزيا نقدم طلب لوزاعة الخارجية أنهما يسمحوا لك أنك أنت تكوني علامة طائرات الإجلاء نوال وبعد أن استقر بها الحال بين أهلها وذويها لا يزال يحدوها الأمل بعودة الحياة لطبيعتها في البيت أول ما وصلت طبعا أمي فتحت لي الباب كانت قدامي كم مرة نبسي أحدونا كانت لحظة جميلة جدا بس كانت بسنا قصة الحضن حق الأخيرة الاجتماعي بس التزمنا بالتعليمات وزارة الصحة وحجرت نفسي للمدة اللي وقعت عليها رحلات الإجلاء لم تتوقف حيث تشهد مطارات السعودية عودة المئات ممن قرروا العودة سواء من المواطنين أو المقيمين قصص إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين من دول العالم إلى السعودية وإن تشابهت في نهايتها إلا أنها تختلف في تفاصيلها من جدة قتيبة تركستاني العربية